اشتركوا في القناة تضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل وتسلم الرسالة سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الإقضيبية صباح اليوم لمعالي محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة بمعالي الوزير الجزائري مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مؤكدا حرص البلدين الشقيقين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين ويقوي التضامن فيما بين الدول العربية الشقيقة موربا سموه عن تقديره للجزائر على استضافة القمة العربية مؤكدا أهمية عقادها من جانبه أعرب معالي محمد عرقاب عن سعادته بزيارة مملكة البحرين وشكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة على استقباله واعتزازه بما يجمع البلدين من روابط وعلاقات نخوية وطيدة مؤكدا تقدير بلاده لدور البحرين في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك متمنيا للمملكة دوام التقدم والزهار في ظل قيادتها الحكيمة